تحت عنوان مهارات وأساليب تغطية المواضيع الخاصة بالجهاز المصرفي عقدت شبكة الصحفيين الفلسطينيين الاقتصاديين دورة تدريبية مخصصة للصحفيين في محافظتي الخليل وبيت الأحم هذه الدورة تأتي في إطار عمل الشبكة وتوسعها وخروجها للمحافظات الفلسطينية حتى تتحقق الفائدة لأكبر قدر من الصحفيين سواء العاملين أو الخريجين أو طلبة الجامعات وهذا ضمن خطة الشبكة للعام 2023 بعدما نفذت برنامج في الصحافة الاقتصادية برنامج متكامل في العام الماضي والحمد لله يعني كمان قبل كم يوم نفذنا دورة تدريبية في قطاع غزة وكانت الها صدى إيجابي واسع تأتي هذه الدورة لإكساب الصحفي مجموعة من المهارات والأساليب اللازمة لتغطية القصة الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي في الشأن المصرفي وهي تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها شبكة الصحفيين من أجل توعية الصحفيين في مجالات وقطاعات اقتصادية مختلفة من أجل تمكينهم من تغطية هذه المواضيع والقطاعات بشكل مهني وموضوعي وضمن معلومة ومعرفة مسبقة في هذا الشأن جاءت هذه الدورة التدريبية بدعوة من شبكة الصحفيين الاقتصاديين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين وبالشاركة مع سلطة النقد الفلسطينية واستمرت لمدة ثلاثة أيام يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة دورات تدريبية تنظمها سلطة النقد ونقابة الصحفيين وذلك بهدف رفع قدرة وكفاءة الصحفيين في المواضيع المصرفية والاقتصادية وتمكينهم من إنتاج مواد إعلامية مختصة في الصحافة الاقتصادية وتبسيطها للجمهور وإيصال المعرفة وزيادة الوعي لدى الجمهور كان التدريب مثمر جداً الذي كان فيه مدربين من سلطة النقد الذين زادوا اهتمامنا بهذا الموضوع حاصة فيما يخص الصحافة الاقتصادية لعمال في توجه داخل نقابة الصحفيين لتوسيع هذه الدائرة وكمان لأخوة زملاء الصحفيين المتمرسين من الشبكة اللي أضافوا لنا الكثير من المعلومات في كيفية تغطية المواضيع الاقتصادية ومتابعة البنوك وأيضاً كيف يتم الاستدلال على المعلومات من خلال سلطة النقد وأيضاً الاتصالات القانونية داعيني أقول فيما يخص جلب المعلومات فيما يخص العملية المصرفية ككل تأتي هذه الدورات التدريبية بهدف تعميق المعرفة بكيفية تغطية المواضيع المصرفية مثل الودائع والتسهيلات والفوائد إضافة إلى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لتلفزيون فلسطين مرح عبدين الخليل ترجمة نانسي قنقر